أول يوم جيت فيه المصيا في السنة دي نزلت البحر وأنا بطبيعتي لما بنزل البحر فيه جزمة بحر كده بلبسها علشان لو فيه زلط وطوب وحاجات زي كده قلت أول يوم بقى مش مشكلة ورجلايا بقى تلمس الرملة فما لبستش الجزمة أول يوم ونزلت البحر وأنا نازل رجلايا بتاديت توجعني من الزلط فيه زلط كده في بداية الشط وبعد كده نزلت الميا عادي وفجأة وأنا في الميا شفت زعنفت سمكة قرش طبعا أنا انشفت في جلدي أصلا الفكرة هنا أنا قلت يعني فكرة إن سمكة قرش تكون موجودة في مصر وجنب الشط دي حاجة صعبة شوية لأن دائما سمكة القرش بيعيش جوه فقلت إن أنا بدل مطلع من البحر وقف لليوم قلت لأ يا عدد إيه خلي عندك سبت فعالي وبتاع وحاول إيه ركز ما هو ممكن ما يطلعش قرش ويطلع دولفن مثلا وبدأت إن أنا إيه أجمد نفسي كده وأركز كويس على الزعنفة بتاعت السمكة دي شكلها عامل إزاي ممكن السمكة تطلع فوق شوية الدولفن أصل سعاد بيطلع ينط كده أنتوا عارفين الدولفن ما بيتنفسش من قياشيمه لا ده بيطلع يتنفس من الهوى وينزل تاني المهم إن أنا فضلت ماسك نفسي كده وعادت أركز السمكة طلعت مرتين تلاتة أنا بصراحة خفت وروحت طاير بعد ما طلعت من الميا خدت بالي من حاجة خدت بالي إن الزلط والطوب اللي أنا كنت نازل في البحر وكان وجع لي رجلي أنا ما حستش بيه إطلاقا وهنا خدت بالي من نقطة مهمة جدا المخ بتاع البني آدم بيتفكر بطريقتين يا إما الطريقة التحليلية يا إما الطريقة العاطفية عشان نعرف نشرحها ببساطة تخيالوا معايا إن فيه بني آدم تحليلي وبني آدم عاطفي البني آدم التحليلي ده شخص بيستخدم الخبرات والتجارب بتاعته فبالتالي مخه بيبتدي يحلل أي حاجة قدامه ويبتدي يطلع بنتيجة منها العقل العاطفي أو التفكير العاطفي ده بيكون مختلف شوية ده بيكون بناء على إحساس زعلان جامد متعصب فرحان جدا بتحب جدا أي مشاعر بتكون قوية هنا العقل بيبتدي يفكر بطريقة العاطفة في علم النفس إحنا بنسميها العقل التحليلي والعقل العاطفي العقل العاطفي أول ما بيشتغل هنا الأدرينالين بيطلع في جسمك جامد قوة البني آدم طبعا بتزيد كذا مرة ولكن المشكلة أن التفكير هنا شبه بيتلغي أو التحليل شبه بيتلغي كمثال بسيط جدا لو كلب جري وراك العقل العاطفي لو اشتغل هتلاقي نفسك بتجري والكلب بيجري وراك وعلى حسب سنك أنت هتسابق الكلب أو الكلب هيوصل لك طبعا علميا المفروض أن الكلب أسرع من البني آدم بس في حالة العقل العاطفي أنت من كتر السرعة مش هيلحقك ولكن في معلومة ممكن يكون أي حد عارفها حتى أنت شخصيا لو تحطيت في موقف زي ده لقدر الله وهي أن الكلب لو شافك وانت بتجري أكيد هيجري وراك لكن لو أنت وقفت الكلب هيقف إلا طبعا في حالة لو أنت كنت حرامي والكلب اللي بيجري وراك كلبه بوليسي متضرب دي قصة تاني طبعا ولكن عشان العقل العاطفي يشتغل عندك بسبب الخوف الفكرة دي أنت هتنساها تماما وعلى فكرة الموقف ده حصل زيه مع صديق لي يا صديقي ده عايش في أمريكا أول ما وصل أمريكا فيه تقريبا كده اللي أنا فهمته منه أن فيه معلومات بيقولوها لهم لازم أي بني آدم في أمريكا يكون عارفها تحديدا في الولاية يعني اللي هو موجود فيه أنا مش فكر اسمها بصراحة فمن ضمن المعلومات دي أن أنت لو هجم عليك دب وعايز تهرب منه أو تتفادى المفروض أن أنت بتنام على ظهرك وتفتح إيديك ورجليك وتحاول أن أنت ما تتحركش وفعلا الشخص ده في يوم الأيام كان قاعد هو أصدقائه وقاعد في بيت أنتوا عارفين أن البيوت هناك خشب يعني وبيفتح الباب وليقي دب واقف في وشه على كلامه وبيقولي أنه واقف على رجله ورفع إيديه لفوق بيقولي طوله مثلا بتاع 2-3 متر طبعا هو لا إراضي رح قافل الباب طبعا الدب كسر الباب ودخل عليهم وجريوا النطو من الشبابيك والحمد لله تسطرت فأنا لما سألته طب أنت يعني حكيتلي قصة بتاعت الدب أن المفروض الواحد ينام على ظهره والكلام ده فقال لأنا القصة دي ما جاتش في دماغي خالص هنا العقل العاطفي اشتغل طيب أنا عايز أقول إيه من حاجة زي كده اللي أنا عايز أقوله أن أنت لازم تبقى عارف لو عقلك العاطفي بيشتغل أكتر من عقلك التحليلي فأنت في الحالة دي علشان تعرف تتعامل مع الناس وما يدحكش عليك أنت مهم جدا تتعلم أو تعرف معلومات عن علم النفس لأن ده هيفيدأ جدا في التعامل مع الناس لكن أنت لو بطبيعتك شخص تحليلي والعاطفة عندك بتشتغل بقدر ضئيل ففي الحالة دي أنا أقدر أقولك أن أنت مش محتاج قوي أن أنت تعرف علوم زي كده مجرد معلومات كده بسيطة أنت ممكن تعرفها هتساعدك طبيعي في الحياة في الكورس اللي أنا شغال فيه ليومين دولا الأول لو أنت ما تعرفيش أقوله مرة تتفرج عليها أنا اسمي هادي جنيدي وأنا محلل في علم الفراسة علم الفراسة ده باختصار شديد أن أنت تقدر تحلل سخصية الإنسان بناء على شكل وشه ففيه كورس حاليا أنا شغال فيه فيه بنات وفيه ولاد عندي في الكورس ده ففيه واحدة من البنات أخوها دايما بيرجع وإحنا شغالين كده في وسط الكورس وبيحضر معها الكورس على أساس أن هي بنتي يعني وعايزي بقعد في وسط معها هو عاجبه علم الفراسة بس هو بيرجع من الشغل متأخر فبيحضر معنا نص الكورس الشخص ده عنده محل وبيتعامل مع الزباين كتير جدا كل يوم فلما باجي بجيب صورة بشرح عليها للناس اتسمة دي معناها كذا والراجل ده صفة وكذا والكلام ده كله الشخص ده لا إراضي مجرد ما بيشوف الصورة بيقولي الشخص ده خبيس الشخص ده بخيل الشخص ده نصاب الشخص ده ينفع أن هو يضحك عليه الشخص ده طيب وهكذا والناس اللي عندي في الكورس مستغربين أن الشخص ده بيعرف يحلل الناس بدون ما يدرس العلم اللي إحنا بنتعلمه ده الفكرة هنا أن الشخص ده عقله التحليلي بيشتغل أكتر من عقله العاطفي والسبب في ده أن بسبب شغله هو بيتعامل مع أشخاص كتير جدا زي ما أنا قلت لكم فبالتالي بيكتسب معلومات من الناس دي أو من التعامل مع الناس دي طيب نطلع بإيه من الفيديو ده نطلع أن أنت لازم ترأي بنفسك لو أنت شخص تحليلي فبالتالي زي ما اتفقنا أنت مش محتاج أن أنت تتعلم علوم علم النفس ولو عايز تتعرف على حاجات بسيطة منها دي هتزود خبراتك اللي موجودة أصلا بالفطرة عندك أما لو أنت شخص عاطفي بيزعل كتير بيفرح كتير فبالتالي لا أنت لازم تهتم بعلوم علم النفس اللي ليها دعوة بالتحليل الشخصية ليها دعوة بالتحكم في الانفعالات بتاعتك وهكذا لأن لو ده ما حصلش هتلاقي أن فيه مشاكل كتيرة جدا بتحصل بينك ومن أصدقائك هتحس أن أصحابك بيتحكوا عليك حتى لو كانوا أصحابك كويسين أنت ممكن تعتقد ده وهم مش كده هتلاقي نفسك مش عارف تتعامل مع أهلك حتى لو فيه بنت في يوم الأيام أنت حبتها هتلاقي نفسك أن أنت مش عارف تتعامل سواء خجلان أن أنت تتعرف عليها أو تكلمها أمثلة كتيرة جدا أن أنا مش عايز أتكلم فيها مش عايز أطول في الفيديو أكتر من كده بس يا رب تكون الرسالة وصلت وبس سلام